بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أنقل لكم تجربتي اليوم في حل المجموعات للحائطة الإلكترونية على البادلت عبر الغرف الجماعية في التيمز حيث أني قد قسمت الطالبات إلى أربع مجموعات ثم إرسال الرابط إلى كل مجموعة بحيث أن أفراد المجموعة تتناقش وواحدة من أفراد المجموعة هي التي تكتب وذلك من باب التنظيم فكنت أتنقل بين الغرف أسمع نقاشات الطالبات وأرى مدى تفاعلهن مع بعضهن البعض ثم أراقب حلهن على الحائطة الإلكتروني كل مجموعة في العمود المخصص لها وأطلع على التلخيص لصفحة 16 في الكتاب وبعد انتهاء جميع المجموعات من الحل تم إرجاعهن إلى الغرفة الأساسية أو الحصاء الأساسية وهذا التلخيص في شكله النهائي بعد انتهاء المجموعات من الحل ترجمة نانسي قنقر